للفاصل والأخبار كنا نحكيه على حالة أطفال غزة في ذل الاتفاقيات الدولية نعطيك الكلمة سيد العميد كيف نقوله على الموضوع ذي بعد نعطيك أنا بش نأكد كلام الدكتور لأنه قال كلام مهم جدا قال كيفاش يعني البشار انتصار بها تظهر تظهر بانقلاب الرأي العام العالمي لأنه بش نمشي بأكثر دقة طوال لأنه وصلوا في أمريكا ضربوا الصراح المهندز الأكبر اللي كان من رأوش في الصورة واللي هو كان وراء الأوامر التعطاء للأمريكان باش ينفذوا معناها السياسة الإسرائيلية يعني هذه الأيباك وحبين نعمل على حسها كاملة شنية الأيباك هذه اللي هي منظمة تنظر تحتها تقريبا 120 معناها مؤسسة يهودية وعطيت مرة مثال قلتون أنا كنت نقرأ في قاعدة فها 15 كم فها جمعية مدنية واحدة هي جمعية صداقة اليهودية يعني الأمريكية واحدة برك معناها المجتمع مدني يتلخص فيه عندهم قوة غريبة اليوم شنو قاعد يصير يعني تحركة اللي خافوا منه هذا شومر جبتوت وتغيير الموقف الأمريكي مجيش من فراغ هم محبوش يبدلون لأنهم تحت يعني مسيطرة عليهم لايباك لكن اليوم مجبر أخاك أنا بطل عليش الشباب تحرك كما الصورة الأولى اللي في الفيتنام تعالي البنية المحروقة اللي حركت الشباب في أمريكا وخرجت وخلقت معناها معناها حركية كبيرة وتقلب معناها الرأي العام الأمريكي وأجبر الجيش الأمريكي من خروج منهازما من الفيتنام نفس الصورة قاعد تتعاوتوا جماعة لايباك ذو ما عاش نجم يعملوا حتى مؤتمر ما عاش نجم يتكلم وليتكلم ويخرجوا لهم شباب الجامعات لأنه هنا النخبة قال عليها الدكتور وهي ضربهم في مقتل لأنه قاعد يتحرك مش معناها عامة الناس النخب يعفوا قيمة النخب في فرنسا قائمة القيامة على الطفلة يهودية حابت تدخل للجامعة لو فيه مش توقف مش توقف مؤتمر لفلسطين قامت القيامة ما شافوش المؤتمر شافو كيفاش حرموا اليهودية هذه من إيقاف المؤتمر إذن ثم الحركية هي اللي بيجيب الانتصار نعتقد كل كلمة أستاذ رفعت بي بخيرة اليوم أنك تحكينا ورقة خضراء من جامعة باريس أستاذ العميد كان يحكي على النخب كيف انتصرت النخب لغزة أستاذ انتصرت لي غزة لغزة لأنه شوف أردنا مكرهنا راه وفم وضعوا سياق تاريخي لازم ناخذوا بعلا الاعتبار يا جميع ما ننسى عشالي سنوات قليلة التالي فقط كان عنا داعش في المنطقة متاعنا وصار تشويه كبير لمجتمعاتنا في حين نحن كنا ضحايا داعش التي خلقتها لمخابرات أمريكانية كانت فما صورة مشوهة لأبعد الحدود للأقليات المسلمة في أوروبا وفي أمريكا ولكن اليوم شو اللي تبين تبين الكنشف أنه هذه الصنيعة لإسمها الكيان السهيوني اللي هي تمثل لكنتسانس الزبدة لحاجة اسمها الفكر الغربي والعقيدة الغربية في التعامل معه بقايا الاستعمار في منطقتنا راهي إسرائيل لم تخلق هك معنا هكذا وبالليه سنكون واضحين راهي إسرائيل عندما تم بعثها في المنطقة متعنا كان عندها وظيفة بسيطة وهي أن تحاول أن تحافظ على المصالح الغربية في المنطقة نهارة تنتهي هذه الوظيفة سينتفي الحاجة إلى إسرائيل في المنطقة متعنا واليوم هناك دول أصبحت لا تساند هذا التوجه وقعد يلاحظون فيها ذاوين خاصة في الناس معنا في البلدين اللي هي قريبة للمنطقة متعنا كما في إسبانيا كما في المدر الأخيرة في إيطاليا كما في اليونان إلى خير اليوم هناك تغير وتغير لدى أنه خب الغربية إزاء القضية الفلسطينية لأنه تبين بالكشف أنه المعركة ليست معركة الإسلام الراديكالي ضد الديمقراطية الغربية هي صراع بين حركة مقاومة وطنية ضد أحد آخر معاقل الاستعمار والإنبريلية في المنطقة متعنا المسألة الأخرى اللي حنتهمنا نعطي ورقة حمرة هي أنه خب متاعنا في أوروبا سيد العميد شيء غريب رأى ومعنى تلقى ناس اللي كنا عقدين فيهم من نوارا على أساس أنهم كتاب مثقفين في الغرب إلى آخره وكنا نسندوا فيهم على أساس أنه نحاول وأنه يكونوا الناس ممثلين لنا في هذه البدنة الغربية تبين بالكشف أنهم متصهينين أكثر من المنصة هاينا وأنه هناك من وقف إلى جانب القضية الفلسطينية ولم نكن ننتظر أن يكون عنده هالموقف هذي وهذا يش يقول يقول أنه علينا في المستقبل بالنسبة لأنه خب متاعنا أن نعيد تشغيل هذه النخبة التي انسحبت من هذه المعركة أول منسحب من معركة غزة هي النخبة العربية التي لم نسمع لها صوتا وعندما ترى معناها الناس كيفاش تدافع الناس غربيين في البرناميال الفرنساوي في الكونغرس في الجامعات الكبرى وبكري معناها سيد العميد قال كل ما قال معناها في النخب لا نحكيش على الجامعة معناها نفداء ولا نحكي على ييل ونحكي ومعناها فهمني على هارفورد وغيرهم هذو من الجامعات التي تخرج منها النخب الحاتم المستقبلية لذي بلدين في فرنسا يتخرجوا منها الناس يفتحكم في فرنسا ولينا وغيرهم هذو من كلهم يتحركوا اليوم إلى جانب غزة لأن العالم القديم قاعد يموت اليوم وسيولد بعد حرب غزة وبعد حرب أوكرانيا وأتمنى أن تصل حرب في بحر الصين الجنوبي سيولد عالم فيه معناها تعدد الأقطاب وفيه احترام لكل مكونات هذا العالم ولهنا نقول أن هناك كلمة خرجت في المدة الأخيرة وأنا شخصيا معناها كدرس الجو سياسة أخافتني أصبح الحديث اليوم على ما يسمى التعنف في العلاقات الدولية نختلف أنا وياك دولة ما دولة ندخل فيك معناها نقوم بسحقك هذي اليوم اللحالي نتحرك من أجل أن يتم إيقاف هذا التعامل بين الدول وبين الأمم وكم هو مهم دورا للنخبة اليوم العربية والعالمية راي النخبة هما قادة رأي راي الكلمة منهم توزن برشا الكتاب منهم يعني الكثير المقال يعني الكثير الكلمة تعني الكثير صورتهم وحديثهم يعني الكثير حتى في التاريخ يوما ميرا وبيش يحكي من هي النخبة التي تكلمت ومن النخبة التي انسحبت من المعركة قلتك في الأوف أنا قلتك مأساة تونس أنه نخب خلات الميكروات لأعباد أخرين أنه نخبنا يزم ترجعا كل رايه كل نخبنا كل أنا من المنبر هذا النادي أنه نخب التونسية كل اللي كل واحد في اختصاصه بش يوم ما ياخذوا المنابر بش نجمدوا المجتمعنا الفوق جاء وقته رايه اليوم في تونس في حالك ما خاف أنه نخب أنا أكبر ساعاتي أنا نكون معا دكتور وقامات كما قاعد يجي والبلاتوات في ديوانة فام بينما إخويا بلنخب نعم بلنخب أنه نخب نخب في الاقتصاد في السياسة الأكاديمية تنجب أن نخب كل أكاديمية وكل شيء أما مع الأسف زادة فما رايه أنا بالنسبة يعطيني نخبة تكون عندها قيم وعند أخلاق هنا مع المشكلة يعني على نخب أكاديمية وعلمية أما كنقيمها قيميا وأخلاقين فقيرة جدا معناه نعم نعرفوش كون نخب لا 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 ولا هنا نحب نوضح نخبو بهذا نخبو بهذا معناه بالنسبة لنا رأو هذي حاجة مهمة رأو النخبة يزم تكون علميا وأخلاقين وقيميا اللي قاعدين نشوفوا فيهم هي نخب علمية أكاديمية أما قيميا وأخلاقين يا معزز رأو سمحني إذا كان أنت مكش مقتنعة بالقضية هذية وإذا كان أنت مكش ملم بحيثياتها وإذا كان أنت مكش ملم بتفاصيل تفاصيلها رأو حتى كان تخرج تحكي رأو الناس اللي قاعدة تسمع ولي قاعدة تفرية تقناحي رأو المشاهد والمتابعين بين اللهم اللي بيتحبش اللي بيتحبش لكم تشكلمت أنا بشتخل معي يا حمد يا حمد احنا عنا نخب تونسية في فرنسا وما اخذيتش موقف واخذيت موقف مع مع الكيان وعليش? انا خاطر خايفة من 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 الوضع القانوني تحت في فرنسا. ولا. راو راوح شو ما بعد قولي هذيه نخبة? لا. مش نخبة هذيه. ربي سمحني سمحني. انا قاعدين ان ان كيفاش يقولوا فيه. شوف يا يا سيموعز. اه النخب تقولوا راو من سحبت ولا ما ما النخب ما يعيتلهم مش را. طب انه خب في وسائل الاعلام. من يتصدر للمشهد الاعلامي اليوم? مم. التفه. ولوش هذو ما يتصدر في المشهد الاعلامي را. لانو الجمهور هذيك اش يحب. مم. واناك اليوم كنحب تصلح. برا اول ساعة صلح المناهج تعال تعليم. لانو انتي اليوم خلقت معناتها اه معتها خلقت لهم دخلقت طلبة فرغين. ما يفهموا شيء وما يقرأوا في احد شيء. صلحهم. هما شيء موش موجود في العالم. نعم. انو خب اللي عنا معناها شيء كبير. اذوكم نحب نشوفهم انا. اذوكم اللي يجيوا يقروا فينا احنا. ما عايتون ونقضوا عنا مبهرين. موضوع. ميجيبهمش شو سيلي عليك. موضوع مهم جدا يجيبهمش خطر اللي يحكم هو اللي عنده يبيح شكولاتة ويبيح في الحلوة. هو اللي يحكم البراش. استاذ احمد. استاذ احمد. استاذ احمد. نحكي يوما ما. يوم ما. ان شاء الله مهم جدا. ووضح. وصلت الفكرة. وصلت الفكرة. معز علي. دور النخبة مهم جدا. نحكيه دور النخبة في اتار العدوين بتاع الكيان المحتل اللي قاعد يصير على غزة. وين النخبة هل انسحبت ما انسحبتش. شنو هي النخبة بين الظفرين. النخبة الحقيقية والنخبة بين الظفرين اللي كنت تحكي عليها. معز علي. نحكيه عليهم موضوع ذي مهم جدا. ولكن مزال عنا فقارات اخرى. اخر مسجدات في الاراضي الفلسطينية غزة المقاومة الفلسطينية في الدبا. ما هي اخر التطورات والمستجدات في مفاوضات الهدنة في غزة. حديث سيد العميد يقول حميس تتراجع ولا انفراج في الافق. يقول لك فما تنزلات من حركة حميس خاصة فيما يتعلق بتبادل الاسرة. وترجح عن مطالبتها بوقف دائم للقتال قبل التوصل الى اتفاق. جعلت مواقف الجانبين في المحادثات اقرب مما كانت عليه قبل اسبيه. هذي اللي قاعد يتكتبه قاعد يتحكي. هذيش دقة دقة. هو ايش قاعد يسير. ساعة ما يكون شيء حماس لم تتنازل قيد انملة. كلما ثم قالت معناها هدنا على 42 يوم متواصلة. ولم تتخلى على اي مبدأ. اللي يتراجع هما شكون هما الاسرائيليين بعد ما صار. وخاصة خطاب شومر. وبعد ما تقلبت العملية. وطالب. مو ناس متبع. شنو طالب شومر هو. قال جملة خطيرة. قال وطالب بانتخابات مبكرة. ازح نتنياهو. لان هو اصبح عاقبة. هاو اللي بيش يغير معطيات كله. واللي خلي نتنياهو يفكر مئة مرة. لما حالهم ازال يحب يضغط. يورب ما عنده اللاجنان. داعوا الناس كل فهمت اللي العملية. اليوم الحرب تواصلت. لا على خاطر الاسرائيليين يحبوا ولا على خاطر الفلسطيني يحبوا. على خاطر رجل واحد يعني خاف على مقعده. وخاف الرجل تنتظر فيه محاكمات. تبع يعني اليمين. اقصى اليمين متاعه. لانه كان يجب دور وحم. اطيح الحكومة. وتعاود الانتخابات. اذا العملية ظاهرة. لكن الحماس انا قرحت بيتا معهم. بالعكس هو اعطاها تفوض. معناها تفويل الموساد. الرئيس الموساد والمفاوضين متاعهم باش يمشيوا. واعطاهم شوية قلم حاولوا تهبطوا السقف. المشكلة وين هما? يهمهم في عدد العدد يعني الرهائن. يحبوا يعرفوا القديش قعد حي. معناها. وشكل هما? ما تنساوش ديما نعود نرجع. عسكرية عملية. اه. رأوا عندهم. حماس فيدهم الجنرالات من اعلى الرتب. موش جنرالات لنجي. جنرالات استعلامات. بك ثكنات اللي يدكوا حصونهم وهزوا كنوز تاع استعلامات. خايفين لا تتسرر اشياء معناها خطيرة على الكيان وعلى امريكان. هذا المشكل هو. وذك على ليش قلت راه نتنياهو وحده امام العالم دو. عطاه اسم راه في اسرائيل جيباني. يقول له شكران. اش ما معنا شكران? الكذاب. باللغة العبرية. كلمة شكران هو الكذاب. هذو ما شعبه. الشقة المش متطرف. بسماوه الشكران. يعني دائم الكذب. وزيد خرج عنصر من كان يخدم في الحكومة الاسرائيلية. قال لا تصدقوا كلمة واحدة راهو ناس امتهنوا الكذب. راهو مكذبين. ما صدقوا حتى كلمة يقولها. اذا شفتوا العملية. اما راهو نتصور المدة هذي مشين بعد الضغط اللي حكينا عليه توه. الضغط العالم. ويعني اه حتى 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 قاعد راهو. حتى قاعد حكومة ولا رئيس حكومة في الغرب. ما نجم يجم يعمل خطاب توه. اللي لم يخرجوا له ويشتموه ويقولوله يديك من لطخة الدم. يعني الضغط اصبح رهيبا. ونتصور مرة هذي سفاء ابو تير. مرة هذي هيد بش 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 ينصوا بحل. بتاوزاو. بعد جواب.